بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد دائما مع سلسلة حلول دفتر الأنشطة لغة فرنسية للسنة الرابعة ابتدائي وصلنا مع بعض بإذن الله للصفحة رقم 69 راح نحلوها مع بعض نبدأ على بركة الله دائما نعاود نطلب منكم نفس الطلب ما تنسوا ليش الضغط على زر الإعجاب اللي شاف الفيديوهات وعجباته القناة يلي تدعمها فقط بالإعجاب بزر الإعجاب وجزاكم الله خير نبدأ مع الصفحة رقم 69 التمرير رقم 6 وش أعطونا فيه ولاحظ هذا الرسومات تعطونا مجموعة من الرسومات عبارة عن أحداث دي زفنمان قالك جيك خي لدات دي شاك فات ولا عبارة عن حف احتفالات قالك أكتب التاريخ الخاص بكل احتفال أغلغ هنا أوبين احتفال تعلن دي بندانس حفلة الاستقلال وهنا تح الشجرة وهنا تعين ناير وهنا نقدرو يا إما نعتبروه احتفال عيد الطفولة يا إما نعتبروه احتفال عيد العمال شوفوا زي ما أولاده كل واحد هذا عامل هذه فرملية ولا طبيبة هذا معلم ولا عيد العمال كيما درتوه صحيح درتوه احتفال تعيد العمال ولا تعطفولة كيف كيف وهنا هوبين عيد الأم على وقتا دينا الاستقلال لا دات تعلن دي بندانس تعلن استقلال وشي هي لسنك جوي هي لسنك جوي وإحتفال تعلن عيد الشجرة وقتا الاحتفال تعلن عيد الشجرة وقتا لذين كات أفغيل وياناير وقتا لدوز جانبي وعيد العمال لبرمي مي بصح لو كان ديروه ثانية تعطفولة نقولوه لبرمي جوان على وعيد الأم ولا عيد الأم في 31 مي فاهمنا نكتبوه مع بعض ونو نكتبنا لي دات تعنا مع بعض قلنا لندependانس ولا الاستقلال في 5 جوي عيد الشجرة ولا في 24 عبير ياناير في 12 جانبي عيد الطفولة في 1 جوان قلت لكم حتى لو كانت كتبوه 1 مي سي كيف كيف اسما عيد العمال هم ولا دي عبرو على العمال وعنا لتخونة يامي سي لفاة الرقم هذا المقطع هذا المقطع من الدرس الكتاب لغة الدروس نشوفوه مع بعض وش من الصفحة هو الدرس لاني نشوفوه لفاة 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 لسي لاني لاني لنا 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 سي لهم aujourdوي سي لاني 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 لنا تاني نشوفوه نزيدو نقرا لش لنا 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 سقصات لنا 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 ماجيد حجال ووه نروحه للماجيد جه vais جه في وفغير الليفر لنا جه في وفغير عالل给我 أسماه كالها ماجيد 구لوا هذا هوا ماجيد ماجيد جال جه في وفغير الليفر لنا شكل Shimakana balloon ياسين جه فا То جالي ديست ياسين جالنا جه فا노 ديست سماه وياسين مال علا تفاهمنا هذا او الصفحة رقم 62 من كتاب دروس تلقوا هذا الديالوج هذا نروح نشوفوا التمرين اللي بعده هو التمرين رقم اثمانية نقرأوهم عبعض نشوفوا وش اعطونا فيه جالك جو كامبلات سولان لإكزامل يعني اكملوا حسب المثال اكملوا عفوان حسب المثال او جو دوي اليوم سي من انا تاعي سي من انيفرسار جانفيت ميزامي اهنا رح نديرو اهنا رح نديرو ان ريفيزيان على الديترمنان بوسيسيف ادوات الملكية اللي هي مان مامان مي تا تان تي اي سا سان اي سي نشوفوا ادوات الملكية موراجعة بسيطة جالك او جو دوي سي من الانيفرسار عيد ميلادي جانفيت ميزامي خي قلنا الما والمان والمي نستعملوهم مع لبخنان برسانال جو لاني نهدر على حاجة موراجعة بسيطة اسمحو لي هالحسولدي اللي تقلب سمحو لي هالحسولدي اللي تقلب كنجي نهدر على حوايجي نستعمل ما للمذنث ما للمذكر ومي للجمع كنجي نهدر على حوايج مخاطب شخص واحد اخر نقوله والغائب نقولهم سا اصان اي سي اهلو هنو شعطاونا قالك اجردوي سيمون اني برسار اه جنفيت مي زامي عيد ميلادي راح نعيت مي اصدقائي ومبعد اجردوي سي طان تاعت طان اني برسار راح تعيت راح تعيت لاصدقائك انت تنفيت تي زامي وهنا اجردوي سي صان اني برسار عيد ميلاده هو راح يعرض راح يعرض اصدقاؤه سي زامي هذي الحاجة اللولى المراجعة الثانية راح نراجع لا كنجيگزان تاعي لفر برسارة امويته او پرسان دي لندكاتف الاروش عندنا اجردوي سي طان اعنی برسار تاعتو ديرو لغادي کال تعي امويته تاعتو مع امويته مع امويته وشه هيا امويته تاعتو 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 روحو نشوفو الجملة اللي بعدها اوjourدوي سا نостиعوا انفسر يل نكتب انweet نصرف invité مع يل يل انVI انvie سزامي سزامي يعج ёل اوjourدوي c'est mon anniversaire j'invite mes amis aujourd'hui c'est ton anniversaire tu invites tes amis aujourd'hui c'est son anniversaire il invite ses amis الشرح تاها الدرس صيفة مفصلة دائما على القناة مع قائمة تشغيل خاصة بدروس الكتاب الدروس لغة فرنسية السنة الرابعة ابتدائي تمنى إن شاء الله نكون فتكم نطلقوا مع بقية الصفحات في فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم